اخيراً أصبح بمقدور هاتين التوأمتين المصابتين بالصمم هيرون وهيرودا برهين سماع الموسيقى والاستمتاع بها من خلال ملابسهما فكل منهما ترتدي سطرة تعمل باللمس يطلق عليها القميس الصوتي ويتيح الثوب للأصم الشعور بالمقطوعات الموسيقية حيث تجري ترجمة هذه الموسيقى إلى بيانات ويتم نقلها إلى الشخص الذي يرتديه عبر مشغلات دقيقة للغاية مثبتة داخل أنسجة هذا القميس وبهذه الطريقة يمكن أن يشعر صاحب القميس بصوت ألة الكمان يتخلل ذراعه بينما يشعر بصوت الطبول في ظهره وتشرح فرانشاسكا روزالا وهي المؤسس المشارك لشركة كيوت سيركت وكبيرة المصممين المبدعين طريقة عمل السطرة الصوتية نستخدم أقمشة ذكية في صناعة هذا القميس الصوتي هو بالمناسبة مصنوع بالكامل من الأقمشة ولا توجد أسلاك بداخله نمزج بين الإلكترونيات متناهية الصغر وهي دقيقة للغاية ومرنة والأقمشة الموصلة وتتصل كل هذه المحركات الإلكترونية الصغيرة بالأقمشة الموصلة بحيث يكون الثوب ناعما وقابلا للتمدد وتقول هيرمون عبر ترجمة لغة الإشارة إنها وشقيقتها تشعران بقدرتهم على الرقص على أنغام الموسيقى بفضل هذا القميس الصوتي بينما تقول هيرودا إن هذا القميس سينجح بالتأكيد في تغيير حياتهما وفقدت كل من هيرمون وهيرودا حسط السمع في سن صغيرة لكن بفضل هذه التقنية الجديدة يمكنهما الاستمتاع والرقص على أنغام الموسيقى وستحتوي النسخة التجارية للقميس الصوتي على تطبيق يتيح لمستخدمه التحكم في القميس ومن المتوقع أن يتجاوز سعر القميس الواحد 3000 جنيه استرليني لكن البعض يرى أن هذه التجربة لا تقدر بثمن ترجمة نانسي قنقر